نحن نعلم جيداً أننا لا نعيش وحدنا ولطالما كان جوف الأرض غامضاً ومخيفاً ما جعل العديد من الباحثين يتساءلون هل هناك كائنات تسكن في جوف الأرض؟ من هم؟ وكيف يعيشون؟ وهل لهم علاقة بسكان الأرض؟ ولماذا لا نراهم ولا نشعر بهم؟ وهل حقاً لهم وجود؟ ولماذا يؤمن الكثيرون بوجودهم رغم عدم توافر أدلة تثبت ذلك؟ وفقاً للعديد من الباحثين والعلماء فإن جوف الأرض لا يعتبر فارغاً وإنما بجانب الحمام وطبقات التراب والمعادن السميكة التي تقع في باطن الأرض فهناك أيضاً كائنات استطاعت أن تعيش في باطن الأرض منهم الرماديون، وهم كائنات حية عاقلة تقطن جوف الأرض وهذه الكائنات تملك عقولاً شديدة الذكاء حيث ساعد الرماديون البشر في الوصول إلى هذا التطور المذهل في العلوم والتقدم والحضارة ويؤمن الكثير من الباحثين والعلماء بتلك النظرية أما السبب الذي جعلهم يطلقون عليهم اسم الرماديون هو أن بشرتهم تحمل اللون الرمادي وتمتاز هذه الكائنات بالقوة والعقل لكن لا تملك أي مشاعر إنسانية وكان أول شخص وصل إلى بعض الحقائق عن الرماديين هو المهندس الأمريكي فيليب شنايدر وكان يعمل في إحدى القواعد الحكومية السرية في أمريكا وطلب منه أن يحفر بعض الأنفاق والخنادق لهذه القاعدة وبالفعل بدأ العمل في الحفر ووصل إلى عمق كبير تحت سطح الأرض لكن أصابته صدمة قوية حيث وجد كهوفاً هندسية منحوتة بتصميم رائع دخل شنايدر إلى هذه الكهوف ووجد العديد من الأجهزة التكنولوجية الحديثة لكنه لم يتعرف على أي منها وبعض لحظات قليلة داخل الكهف شاهد أمامه العديد من الكائنات الرمادية التي تحمل أدوات للدفاع وما هي إلا دقائق معدودة حتى دارت مشاجرة كبيرة بينهم وبعض الباحثين أكدوا أن هناك كائنات تعيش في جوف الأرض تسمى البنوطل وتلك الكائنات تتميز بآذان طويلة للغاية حتى يقال إنها تفترش الأرض ولأجسادها خصائص معينة حتى تستطيع التأقلم تحت الطبقات التي تحتاج إلى أجساد ذات خصائص معينة هناك كائنات من الزواحف أو الريتبلانز سكنت جوف الأرض يعيشون في البعد الرابع وهو الذي لا يستطيع البشر رؤيته أو الإحساس به لذلك فهم لا يراهم أحد وعرفتهم الحضارات القديمة وصورتهم عن طريق الرسم أو الصور ووفقاً لما ورد من تاريخ تلك الحضارات فإنها كانت تتعاون مع تلك الكائنات وكانت على علم بوجودها فالمصريون القدماء تحدثوا عن مدينة في جوف الأرض وأطلقوا عليها طيبة السفلية وتعيش الزواحف في نطاق تحت الأرض يسمى ألفا دراكونيس ويقال إن هناك اختلافاً ومواجهات بين الرماديين الذين ينتمون لكوكب فضائي في الأصل والزواحف حيث إن الزواحف تفوق الرماديين عدداً وقوة وقاموا بغزو الأماكن التي بها الرماديون وما زاد تلك القضية تعقيداً أن البعض يتناول اتفاقية ما جرى توقيعها بين الأمريكيين وبين تلك الكائنات وأن هدفها هو التبادل التكنولوجي وإعطاؤهم بعضاً من البشر يقومون بإجراء تجارب عليهم ثم إعادتهم مرة أخرى بعد أن يجعلوهم يفقدون الذاكرة ورغم أنه لا يوجد ما يؤكد أو ينفي ذلك لكن ظل هذا الأمر مفتوحاً كمجال للبحث أمام العلماء والمستكشفين